نكمل الآن بالقصة دعونا نعيد قليلا خمسة وعبين سنة ملك نبو خد نتصار بعد ابنه ملك لثلاثة وعشرين سنة بعد ابنه إفيل ميروداخ بعد ما توفى بلشة صار هلأ صار ملك وصار لحسابهم تمينوستين سنة من وقت ما بلش المملك البابيل ورمياه كان قال انو بعد سبعين سنة رجعوا اليهود لإرس إسرائيل خلينا ندير هلأ القصة على بلد هالبلد اسمه لهالبلد باراس نفس البراس طبعا اليومي يعني إيران نفس المملكة باراس بباراس لعند هلأ قوة بلشة صار كانت دعيفة أكثر من قوة نبو خندسان نبو خندسان مالك وماسك كل الدنيا بس هلأ مياه جعلنا اجعل هلأ بعد ابن ابنه ضعفت مملكة بابيل وغير البلاد اللي كانوا تحت ايده يعني شوية بحسوا بضايا وما بدون كل سنة بسنة يدفعون التاكسات للمملكة بابيل لذلك كل المملكة تجرب انه تفك حالة من المملكة الكبيرة بابيل بمملكة باراس كان فيه ملك اسمه إقراس استرغيس استرغيس الملك كان عنده بس بنت وحده وغير بنات هل بنت الوحيدة اللي كان عنده اياها؟ هل بنت شو صارت؟ شو صارت؟ حبت واحد من تشتغلوا عن الملك بس تعرف انه البنت الملك ما بس تروح مع شئ حدا لازم بس تجوز على انسان من غير مملكة واحد جاي من يعني من عائلة عندها قيمة كبيرة بالمملكة هي حبت واحد من شغيلة تبع الملك وراحوا مع بعض حبلة منه سمع الملك استرغيس انه بنته حبلة من هالشغيل تبعه اخذ الشغيل تبعه وقتله البنت تبعه شو يسايف فيها؟ فضحة قدام كل الناس حبلة هلا اخذها لبنته وقال له للناس خدوا بنتي وحطوها وحافظوا عليها بشي هونيك بشي محل ببلد ما حدا يعرف هالقصة راحت البنت وحطوها بشي محل بعد ما ولدت بعثوا رسالة للملك مبروك اجاكم صابي انا شو هالصابي فضيحة بها الصابي خدوها الصابي كبوه بالحقل خليه يموت لحاله لا تقتله خليه يموت لحاله هيك محنا بيعرف شو صار وراجعوا لي بنتي ونكمل القصة اخدوها الصابي وكبوه بالحقل شان يموت ويقيموا الفضحة هالدين الكبيرة من عند استرغيص الملك بس بعلم شو سوهم بعلم يمشي الدنيا بعلم كان بدو هالولد يعيش شو ساوه بعلم بعلم بعد كلبة كلبة ويقيموا بالحقل ويقيموا بالحقل ويقيموا بالحقل وهيكا بيعلم تتاكل عليه ما ينقذي الولد وما يصل له شيء ومخاطر اكله ويعطله هالكلبة كل الشغلات البنزمر نعرف ان الشغلات كتير هيك بيعلم تتاكله على هالبابي اللي كان بالحقل هالبابي كبر وعاش بعدين صار الولد وبعد ما صار الولد صار الشب وصار الريدي رجال الاباضايا ساكل من الحيوانات تعلم شغلات من الحيوانات وصار إنسان الاباضايا وشوية شوية بلشو ناس يمشي معوه مين كان يجي معوه الناس الحرامية الناس بس هدول الناس الاباضايا هاد الولد بلش يسموه كوريش ليش كلمة كوريش بوقت القديم بكلمة كوريش يعني كلمة كوريش متى ما اليوم نشوف انو الناس العبيد يسموه حاله كلمة كوريش سموه لهذا المسان كوريش هذا كوريش كبر وصار اباضايا وصار عنده هلا ناس سمع الملك القصة على هالكوريش انو واحد كبر بالحقل وعرف انو هادا كوريش ابن منته سموه بديو يخلص منه بديو يقتله هلا الفكرة انو مات هلا بديو يقتله بعض الناس يقتلوه كوريش عرف هالشغلة ودافع على حاله والجيل تابعه ودافعوا عليه وعرف انو الملك بديو يقتله ماذا يخلي حاله يقتل شو ساوا كوريش ساوا بلش يجمع اكتر ناس الناس بما يجمعوا جيش كامل وراح ودخل 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 على وساوا انكلاب على المملكة ودخل على القصر بقوته قد قدر يقتل جده وهو استرقيس الملك وهيك ملك كوريش على بلد براس صار الملك الجديد سمعت هلا غير الدولة اسمه ماداي كان فيه هونيك ملك اسمه دريافش دريافش عندما سمع هالقصه جن منه شوف هالشب كان يقتله وشوفه صلون سبب العلام انو يكون هذا صار الملك وقتل جده وصار هو الملك لخاطرة شغلة انت دريافش لحب كتير هالملك وسافر له عند هادا كوريش وقال له اسمه انا عندي ابنت وهذه ابنت الوحيدة بدي اياك تاخدها وتجوزها وهيك نجمع المملكتين انا مملكة ماداي وانت مملكة باراس نجمعهم ديناتهم مع بعض نكون قبضايا وقويين ويمكن مع بعض هلا ندعى نفت من حالنا مملكة بابيل كل التاكسات ندفعهم لهم يقول لحنا نستلم اوكي جوزوا وجمعوا المملكتين مع بعض وهلا قرروا انو اثنيناتهم مع بعض كل واحد بالجيش تابعوا ليتحاربوا ليتحاربوا الدد هالملك بابيل ويخلصوا من الملك بابيل بقى بابيل شصار السمع انو جايين عليه بالحرب كانت هاج قصه بعد سنتين ما كان باشتصار ملك يعني هون صارت القصه سبعين سنة من وقت مملكة بابيل كانوا مملوك طلعب باشتصار على الحرب وبيشتصار خايف على حاله بيعرف انو هال سبعين سنة ليكون شغلة مختلفة ليكون شغلة انو تخلص باملك البابيل عرف انو يمكن انخلص خلص طلع على الحرب وشو صار؟ ربح باشتصار وقتل كتير من الجيش تبعا مدايوا براس وخلا هون كل الجيش تبعا ينهزموا يجعوا على بيتهم ورجع باشتصار مبسوت كتير قال صلى القصه سبعين سنة وما شفنا انو ما صار شيء لما ملك البابيل بالعكس طلعوا هلا جيش كبير علينا وقدرنا عليهم مأكد نحن ربحنا ال اله تبع اليهود ال اله تبع اليهود سكتنا خلصت منه وعد سبعين سنين بس ما قدر علينا جرب وما قدر خلص ساوى حفلة كبيرة شوف هالرشع برشتصار شوف هالرشع برشتصار قالوا طلعوا لي هلأ كل الشغلات اللي أخدهم جندي من بيتها مكداش كل الكاسات وكل الشغلات كل الفضة والذهب كل شيء اللي كان موجود من بيتها مكداش طلعوهم وجيبوهم على الحفلة والحفلة كانت كل بوامية كل الزونوتونيكة والميوسيك والغنيات من القويم وكل شيء بوامية موجود مثل القلبز تبعه اليومي أقولوا علينا أوقات فيه ناس حتى تروع على العرس تشوف هيك شغلات أيوه قالوا علينا المهم هيك كان شغلات حفلة بومن بومن كتير كتير وكل واحد عم بشرب وعم بسكر وووووو مستولين بعولاهم قال خلص وصلت لعن هون بنص الحفلة بنص الحفلة والملك مبسوت وشربان وكل شيء نزلت ايد بين السماء وهالايد بلشت تكتوب على الحيط لعين الكل مو بس واحد شافه مو بس الملك كل الناس شافوا ايد بلا انسان ايد لحالة نازلة عم تكتب عالحيط وكتبت كلام كلتون وخصوص الملك راح لنبين منه من الخوف بلش ينهزوا الملك بنفسه مكتوب بالباسوك تلاقوها القصة بسيب دانيال نهز هيكي عم برجوف شهل كلام ما عرف شي بعد قال لهم تعود ترجبوني اياه وبيترجمني هالكلام وبيفسلي شو معناته الكلام بعطيه تلت المملكة بخليه يكون لابس لبس ما في احلى منه بس يجوا يترجموني هالكلام واحد ولا تاني يبلسوا يجوا يطلعوا ما حرعرف ترجمة الكلام واحد ولا تاني ما عرفوا شي وعم نهز كتير بالش شو معناته الكلام اللي ألحيت سته لبلشة صار يعني الألماناء الأرمي اللي يتبع نبو خد نتصار مرته اللي كانت لبل نبو خد نتصار سمعت القصة جيت لعند ابن ابنة قالت له ليش عم تزحالك أنا بفتكر لما جدك نبو خد نتصار كان ملك كان عنده واحد وزير يهودي هالشاب فهمان كتير كل شي كان يسأله هالشاب كان يجاوبه معنو الشاب صلى القصة حوالي 70 سنة تقريبان 60 سنة هادا نصار رجال حقام كبير بين يهود اسمه دانييل دانييل نحن نعرفه كان راحب النبي سرقوا باش أصال لدانييل قال له تعي دانييل اسألك سؤال إذا بترجمني هالكلام بعطيك تلت المملكة بعطيك تلبس دهب وبعطيك أكوس لبس قال له دانييل خلي المصالي عندك ما بيجل المصالي تبعك خلينا يشوف طلع قال له اسمه باش أصار حاضر يقلك الجواب يقلك الجواب بس لازم تعرف هاي كلام بالعلم وكاتبة بدأ ما يكتبها من يمين لشما كاتبة من فول أتاحت وكلام المكتوب على الحيث هو مانا 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 تاكيل وفرسين شو معنى تا مانا 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 يعني واحد يعد عم بل له هيك يب بيقول بعلام عديت وعديت تاكيل وحاتيت على الميزان وفرسين والأقصم لفصل لك يعني الملك بعلام شاف العبيروت اللي عم بتساوي شاف البوامية عديت كل العبيروت تبعك كمان عدي السنين تبع بابيل وبعلام حطهم على الميزان وشاف انه العبيروت تبعكون كتروا كتير وبعلام أرر وفرسين ليقصم المملكة قال له لازم تعرف الليلة بعلام يقصم المملكة تبعك يا باشر صان نهز كتير هي الليلة الفكرة انه ربح فيها وانه خلص من الله اليهود بالعكس جاء له انه عم بيقول له انه هيك اللي يسي معهم باشر صان من خوف تبعه وشو سوا عرف انه اللي يكون شغل بهديك الليل قالوا للناس عالقصر ما بسي حال يدخل عالقصر حتى يحلف انه هو الملك خلصوا بتقتلوا ما حدا يدخل عالقصر اوكي دخل وكامل كنت سكروا غفلوا بنهم بالنص الليل فابر ستصمدوا روح الحمام الحمام تمام ما كان عندهم البيت طلع برات الاصر وعد بين الناس الحراس وطلع لبرها وما حدا حاس على بالشصاء شون طلع برش صلى بره وراع الحمام بالرجعة هيدخل بالعتم ما حنا بشوف شي قالوا فين رايح شو ما بسي حدا يدخل عالليلة عالقصر ما بسي يدخل عالقصر شو عالقصر انا الملك سمي واحد حراس قلق انت ايش انت الملك ملك عالقصر اه كني هدا الان الملك خاف عليه اخذ السيف بل ما يسأل قصر راسهم وعد هاداك الرجال وعد الارض مين برش صلى الملك وعد اخذ اخذ الدول يشوف مين هدا المشاكل هون طلعوا وشافوا راس الملك برش صلى نفسهم هذا الحارس قتله بلاش يرجوف قتله هو الملك بس عرف انه براس مدايا اتناتهم هنن كما عم يتحرب مع بعض وعرف انه هاي الالو دانيال كلوح عرف كلام دانيال باسم الاله اليهودي صارت اخذ راسه بلش صار حطه بكيسة ورقد ل بما يوصل لعم مدايا براس ووصل بنفس الليلة بعدك الليلة ما وصل لعم مملك براس مدايا قال لهم لازم هلا احكي مع الملك دخل لعند الملك لعند دريافش يا كوريش وقال لهم عندي هدية لالكون شو الهدية فتح لهم الكيسة وفجعهم راس الملك بالشصار عرفوا وخلص بعلام السلام بالشصار هذا وقال لهم كل القصة صارت مع الاين وكل شي سمع كل شي دريافش على القصة قرر دريافش قرر دريافش كوريش عرفوا بعلام الاه الاه اليهود عاقبوا لهادة بالشصار وليش عاقبوا وليش اخدوا وهيك تمسخر على شو ساوا ببيتها مكداش تابعهم لهيك قرروا دريافش وكوريش قرروا انه اذا بعلام بيستلمنا هلا ماملك البابيل بييدنا نعطي النادر انه هالأرض انه تابع لإسرائيل نعطي نجانون نهاية لليهود ونخلي اليهود يجعوا يعملوا علام وهيك راحوا ودخلوا على مملكة البابيل بهذيك الليلة بهذيك انه ما يستنوا شي ودخلوا وعم يستنوا الناس الحراس عم يستنوا القرار من الملك شو يساو ملك شافوه ميت على الأرض وما حر عرف شو عم بيصير وبلشت الدبح يدخلوا الجيش تبع براس ومداي ودبحوا بكل الناس موجودين بالأصر هاي دول أول ناس بتخلص منهم عشان يجب يستنوا الملك بهذاك الوقت أجل دريافش وقعد على الكريسي تبع الملك برشتصار ودخلت بنت عمر 12 سنة ومن الخوف من العيات وكل وحي عم بيعيت وعم بيدبح ما عرف عم بيصير دخلت على الأوضة تبع أبوها وفكرة أنه أبوها يعني على الكريسي بلش تتحضن أجره لدريافش فكرة أنه هذا أبوها دريافش صلى عليها وشاف بنت حلوة كتير قال مو صح نقتل لها للبنت وعاف تعيش ومين كانت هالبنت هالبنت كانت فشتي بنته لبنش تصار رشاء من بنت 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 نبو خلن تصار هالرشاء هي فشتي لنعرف انه بعدين جوزت مع أحج فيروش بعد هالهي دريافش وكورش بعدما استلموا كل المملكة مش شغلة شغلة ما مصر يعني ما ساول الند تابعون بس بعد وقت قرروا انه خلص لازم نساول الند تابعنا وقرروا انه اليهود يجعوا لجيروش لايم ويبلش انه يعملوا طلع كورش الملك وقال كورش ملك براس هيك قال كورش الملك تابع براس كور مملك خطر قررس نتل هالش ملك هالش ماين كل المملكة تابع الأرض المملكة تابع الأرب العلام عطان إياها إله السماء وفقد علي اللي بنوط له بيت بي وش لايم يش بي هدى هو وصال لنو عمل بيت بي وطلعوا باعدين كام يهول يطلعوا كما يقول المصح بيسفر عزراء اثنين واربعين الف يهول وثلاث مئة وستين طلعوا من عدل النسوة طبعا من عدل الأطفال طبعا طلعوا وعطانهم مصار كتير إنه يبلش يعمروا وبلش يعمروا وبلش يعمروا بس التعمير اليوشالايم ما أجه بسهولة بلش أول شي بالحيطان بشأن يعمروا الحموط الحيطان يدافعوا على البلد أبدا يعمروا بيت المكداش وبلش شوية شوية يعني ينطفوا من الحربان اللي كان قبل السبعين سنة بس اللي ميت حتى إنه خلصت السبعين سنة بمكان مملك البابير بس الوقت اللي كان بحكي علي المياه ما أجلسة هداك الوقت لسا كمان بزمو كمان 18 سنة وعدوا هال السنين وهال قصة لبين ما والقوييم كانوا الساكلين حوالي يروش اللاهم وكانوا يعني بي إسرائيل بس قوييم كانوا ما مبسطوا شافوا اليهود رجعوا شو هاليهود رجعوا ومثل اليومي ومثل القصة بتكمل كل الجيل وجيل يهود يرجعوا لأردن القوييم حواليهن مانهم بسطين منا وبلس يساولون مشاكل يبعتوا رسالات الملك انه هادول يهود بدون يعادوا عليك عم بيتجربوا عم بيساوي انكلاب وما سمع لون بس بعد وقت بعدما توفى دريافش وحتى الكوريش بنفسه توفى الملك بعده طلع أحزبيروش مين كان هذا أحزبيروش هذا أحزبيروش فيه كام تفسير عليه فيه بلو أحزبيروش كان ابنه الكوريش فيه بلو نو 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 أحزبيروش مكن ابنه أحزبيروش كان غير إنسان خالص أحزبيروش كان هو الشغل بالشغل مع الحيوانات واحد إنسان جاي من ذباله بس شو علاحظه لأحزبيروش لقى المصاري اللي خباه النبو خند صار تفتكرو السفينات المنحدين لكل الاموال فيها والدهب الفضل فيها احاج بيروش على حظه شافوا هالسفينات وطلع كل المصاري منهم وصار عشير كبير وكلها تصار عشير انه راح للناس المسؤولين ودفع باموال تبعه قدر يدخل ويصير هو الملك وقررون انه هو ملك بس انه كان هو ملك المانو جاي من عائلة ملك عشان يقوي من نكتور عشان يفجح انه هو بالقيمات ملك شو سوى احاج بيروش راح تجوز مع فشتي ليش عرف فشتي كي واحد يعرف انه فشتي كان جانت من عائلة الملوك جوز مع فشتي وارش تدوخ بين الساطان ومرته بين الرشعة ورشعة احاج بيروش وفشتي هدول صاروا هلا الملك والملكة على مو بس مدايو باراس مدايو باراس كانوا المملكة الاساسية باسم الامات مثل ما تقول الجمارة كمان احاج بيروش العلامة طلقوا على كل الدنيا مثل ما مكتوب الميجلا 127 بلد كان تحت قوة احاج بيروش وهذا الملك احاج بيروش صار هو الملك وعرف انه شان مملكته الضل لازم ينتبه انه محر يجرب يساوي الكلام ضده وهو افتكر الكلام افتكر الكلام تبع يرميه النابي انه بعد سبعين سنه بس قرر انه حاله قال انه بلسا تصار معرف يعده هو فكره اجو لسبعين سنه ما اجو لسبعين سنه لسا بناميد اصاف في وقت لسبعين سنه وساويه بالحسابات تبعه وامل ليجوها سبعين سنه بس القصة بتكمل اليهود عم يعملوا بيت المكداش اجد مرته فشتي قلت له شو مجنود جدي وابو جدي خضر بيت المكداش ابي منعه لهاليهود ليش فكره كان اجدب كان بيعرف اذا اليهود عنده بيت المكداش ما لا يسمعه لحده هو هل عم تخليهن هن يكملوا يعملوا بيت المكداش تبعهن بلسا قال حشورو الصحي حال ما امرتي يعني اذا بدي انا مليميت اكون ماسك المملكة مابسي يخليهن هيك يساويه وراح خليهن اسأل للناس تبعي ومنعرف مين هدول ناس تمام كما بتقول الميجلا كرشينا شئتا ادباتا ترشيش مرس مرسينا من موخان هادوش بعاد سريب هراسو مداي راح لعندون وسألون شون ساوي قالولو انت عم تقول المرتك عم تقول صح واذا اليهود بتخليهم يعملو خلاص ليعادو عليك ولينزولك كل المملكة هيك بواميتو له هادول الناس سو خلاص اذا هيك قالولو وهيك السمع من هاد قرر حجروش انو يروح اللي على غير ثالث واحد ويسأله ويطلب انو شو يساوي راح لعند مين لعند مموخان مين هذا مموخان هادا هو هامان نفسه هامان قالوا هامان هيك قصة قصة قالوا مرتك صح والناس سألتون كمان صح لازم توقفها هالشغلة وبعتوا رسالة لليهود وقالولون لليهود انو هيك طلق القرار من الملكة حجروش ما في تعمير كل واحدوا على بيتو لا يروشلائم لا بيت مكداش لا ياسرائيل ما في هالشغلة خلاص بطلو كل شي واليهود وضعوا كثير من هذا الشغلة ليس فقط الشغلة الا بوامية وربوامية عدت على اليهود لما تقول الكمال اه حجروش كل واحد كان يسمع كلمة اه حجروش يجعروا رأسه هذا الحجروش بوم كثير كان بالميقيلان بقيمة لليس لازم نعرف الميقيلان كتبت وتوزعت وتفسلت كمان وترجموها والملك قري الميقيلة ما قدروا من خاطر السياسة و من خاطر خوف يتروع بواميته ولكن الجماعة بتقول تعرفين كيف تبوام همان احجروش مثلو بالبوامية يمكن ابوام لا نفكر ان احجروش كان واحد كويس اول كلام الميقيلة فهي بيمة احجروش كان بيمة احجروش هو احجروش نفس البوم احجروش كل يهود عرفوا عليه هاي الرمز و لكن احجروش لا يفكروا ان احجروش احجروش كان يحبني احجروش كما نرى القصة و نبدأ بشكل ميقيلة و نأتي بمجيلا و نأتي بمجيلا و نأتي بمجيلا بداية ميقيلات استير بالشعور الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة